افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي المجمع الصناعي الأول لشركة تابيكو التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية والذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وأكد مدولي خلال الافتتاح الحرص على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات لسيما السلع المعمرة والأجهزة المنزلية فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا ذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص التي تعول عليه الدولة خلال المرحلة الرهنة باعتباره شريكا أساسيا في المشروعات التنموية